طيب وإحنا منتكلم عن الاغتسال والطهارة كتير مننا وخصوصا من السيدات والبنات أوقات بيخلطوا الميا بمادة تانية زي الصبون والشامبو وفاكرين هم كده اغتسلوا ده صح يا دكتور ولا لا؟ طبيعي جدا جدا أن هذا الخلط يكون في الغسلة الأولى يعني الغسلة الأولى عندما يتحدث عنها الفقير يقول غسلة أولى بمعنى أن تأتي نوبة الماء يعني جرية الماء طبيعي جدا جدا مفيش واحد هيبقى على جسم الصبون مثلا أو الحاجات الإضافية ويخرج بها وإنما تكون في الغسلة الأولى يعني في أول جرية للماء ثم بعد ذلك سيأتي ماء صافي غير مخلوط بشيء يغتسل به الإنسان فتزول بقى كل الإضافات دي فيخرج بعد ذلك ده الطبيعي ده الواقع ولذلك فمثل هذا مثل هذه الإضافات وغيرها في الغسلة الأولى أو الثانية يعني قبل الغسل النهائي الأخير لا يؤثر في أي شيء الطهارة تأتي وهذا لا يؤثر لا في صحة الطهارة ولا في فساد العبادة مثلا أو فساد الاغتسالة الأمر يعني صحيح يعني ما ينفعش مية الأول زي ما بيقولوا خالص جرية زي ما حضرتك قلت بعد كده ده في النية استحضار النية في الاغتسال المية تبقى جرية مع لهاش أي حاجة عشان ما تخلش بقواعد الشك في طهارة المية لا هو الغسل الغسل في المعنى الشرعي جريان الماء على بدن الإنسان مع النية المقصودة فالنية العبارة على قصد الإنسان لماذا يغتسل لكذا أو كذا أو كذا فالنية موجودة لا يشترط أن أتلفظ به لكن ما هو الاغتسال ما هو حقيقة الغسل الشرعي سيلان الماء على البدن بنية مخصوصة هذا السيلان في الماء يشترط في الماء أن يكون طاهرا مطهرا وبالتالي الماء الذي عليه إضافات هذه الإضافات إن كانت مثل هذا القبيل اللي هي الحاجات التي للنظاف يعني لا تسلب طهورية الماء يعني ما تمنعش أن يكون الماء طاهر أو ماء مطهر كمان إن أنا أزيل به الحدث أو النجس فلا يشترط أن يكون أول غسلة بالماء الصافي لا هو يشترط أن يخرج الإنسان من الاغتسال ببدن لا شيء عليه